أرحب مجدداً في الأستوديو بضيفي المفكر السياسي دكتور عبد المنعم سعيد ودكتور عبد المنعم ونحن نتحدث اليوم هو اليوم الثلاثون لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة كان هناك مؤتمراً صحفياً لأنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي كان من بغداد وكان يتحدث عن هدنة إنسانية لكنه فشل في إقناع الإسرائيليين حتى الآن في التوصل إلى هدنة إنسانية الحرب مستمرة ومستمرة حتى تحقق إسرائيل كما يقول رئيس وزرائها نتنياهو الهدف الأساسي وهو القضاء على حماس هل تعتقد بأن هذا الهدف سهل تحقيقه حتى ولو من منطلق منطلقات سياسية هل يمكن قضاء على حماس لا هو صعب ويبقى الإسرائيليين ما تعلموش من 7 أكتوبر وما بعد يعني واضح جداً إنه إن إحنا إذا درجة أعلى من الاحتراف واضحة حتى في حديث حسن نصر الله أو ده يعني ممكن نتكلم عليه بعد كده إنك إنت محدش مستعجل على شيء وبالتالي لا يزال لدى حماس الكثير مما لم تظهروا لأنها ثبت إنها متوقعة زيك يعني رغم القسوة اللي حصلت والتمن الكبير اللي اتدفع إنهم كانوا عارفين وإنه عارفين إنها هيبقى عندك مأساة إنسانية وعندك محاولة إسرائيلية للإقتحام وإنهم عندهم من التكتيكات دي مسألة محتاجة عسكريين عشان نفهمها وهي تقوم على الأساس ألا تهزم يعني مش بضرورة حال صار يعني أنا دايماً أقول بدي مسأل بجورج واشنطن الجنرال الكبير اللي قد أمريكا للوجود عمره منتصر في عملية عسكرية عليك خالص مع الإنجليين إنما كان بيكتفي إنه يتظل قواته متماسكة بعد كل معركة ولغاية ما البريطانيين يأسوا وجوموا على نيويورك ونيويورك وابتدت الهجمة الأخيرة وظهر الأسطول الفرنسي حلفاء بقى جدد وإنتهى الموضوع إن البريطانيين جيف اب يعني معارس ممكن مذاكرتها يعني هل تعتقد إنه حماس حماس عاملة تكتيك طول نفس حدش مستعجل على المعركة النهائية قدر كبير من التضحيات قبول التضحيات البشعة في الوقت اللي فيه رؤوس أكثر برودة من الإسرائيليين يعني عادة القوى المقاومة يعني دايماً تبقى كلام كتير وكلام فخم وحنجرة وكذا لا المرة دي فيه تأني وفيه استعداد لقبول التراجع النسبي التكتيكي المهم إنه الجانب الآخر بيكون أكثر سخونة في عملية اتخاذ قرارات استخدام القوات العسكرية هناك حتى تلوح باستخدام قنبلة نووية يعني طبعاً دي تبينت حالة يعني مش حاولي التخلف حالة الغضب الحديث من الغضب اليأس التسرع من جانب الإسرائيل يعني إن واحد يتكلم عن على فكرة في كل حرب جرت بين الولايات المتحدة في إتنام حد ما طلع وقال نستخدم القنبلة النووية حتى نحل المشكلة دي بسرعة حتى في كوريا حرب كوريا تقالف وحرب في إتنام تقالف في كل حرب كده تقالف كذا مرة في موضوع أوكرانيا كمان تلوحات بهذا الموضوع لأ كل واحد عارف إنه دا مستحيل يعني وإنه دا يقلب العالم كله عليهم وكده ولكن المستحيل لإستخدام القنبلة النووية التقليدية ولكن هناك قنابل نووية تكتيكية في المساحات دي مفيش يعني إنت محتاج ممكن تكتيكية لو إنت عندك مساحة يعني الواحد ربنا يبعد الشر يعني زي سينة مثلا كبيرة ممكن تستخدم حاجات زي كده أنت بتتكلم على حاجة إيه عرضها عشرة كيلو ما تعملش يعني بتخش على إسرائيل يعني إذا هذا التصريح نعكاس لحالة الغضب حالة عدم التركيز عدم إنك أنت بتحتاج تدير العلاقة مع الرأي العام العالمي حتى مع الرأي العام الأمريكي والأوروبي اللي هم الحلفاء اللي وقفوا جنب إسرائيل فيها درجة من التهور في رأينا طيب يعني ونحن أيضا قبل أن نترك هذه النقطة دكتور عبد المنعم كون أنه وزير إسرائيلي في حكومة إسرائيل يهدد ويلوح باستقدام القنبلة النووية هذا يعد أول اعتراف لمسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية بامتلاك إسرائيل سلاح نووي يعني ألها قبل كده نتنياه مرتين سجلت يعني عليه أنه ألها كما لو كان يعني لكن هذا تصريح واضح لكن هو تصريح واضح عشان كمان تعقد الموضوع الإيراني يعني عمر ما حد ذكر في الموضوع الإيراني علنا أنه ده فاكتور أنك أنت عندك دولة نووية موجودة بالفعل فده له تعقيدات مع الموضوع الإيراني عندما يقولون ذلك وفي الوقت نفسه بيحاول أنه هو يخلق جسور من اللي نقدر نقول عليها من الحماية للدول الإقليمية الأخرى نعم طيب نتكلم سياسة بلينكين يتحدث عن حل الدولتين قالها يعني أكثر من مرة هل هذا الحديث يهدف لإعطاء يعني دعنا نسميها مسكنات لحالة الاحتقان الموجودة لدى عديد من الأطراف دول العربية خلينا أكثر صراحة دول العربية كلها بتستريح لهذه العبارة وهي بايدن استخدمها في أول اجتماع مع الإسرائيليين قال حنأيكوا وحنعمل كل حاجة بس هنوصل لموضوع حل الدولتين وللأمانة كان بايدن من ساعة انتخابه وجلوسه في البيت لابيض بيستخدم هذا التعبير وكانوا الإسرائيليين بيقلقوا منه ويعتبروا الديمقراطيين بيتراجعوا عنهم لكن دلوقتي في عملية حقن هذا الحل على إنه جزء من المستقل هي المسألة إزاي الدول العربية تدير المسألة هنا يعني السلطة الوطنية الفلسطينية مصر كل الدول العربية إن احنا ممكن جدا نحدد على أقل مرجعيات حل الدولتين ودي موجودة من اتفاقية أسلو واتفاقيات أخرى جرى يعني جرى التوصل فيها خلال السنوات الماضية الملفات موجودة ويمكن الرجوع عليها فيحتاج الأمر تذكير بهذه الحاجات لتعنيه كذا هل ده بيلقي ظله على موضوع المستوطنات خاصة إن المستوطنين يقومون بعمليات إرهابية في الضفة الغربية وفياتهم حوالي 500 رقم عالي ده يا أعتبر ففي عملية إرهاب جارية موجودة أعتقد أنه أنا الأول ما تحط أيضا على الطاولة إنه فيه إحنا نتكلم على المعاناة الإنسانية الموجودة فقط في غزة وإنما أيضا في الضفة الغربية هناك تسليح للمستوطنين للمستوطنين اللي هم عندهم أسلحة يعني أوريدي طيب إذن هي محاولة لامتصاص غضب العرب يمكن أن نطلق عليها هذه التصريحات لا ما هي سمعناها أكتر من مرة أنا الأولى إن إحنا نأخذ الكلام ده شوف إحنا عندنا وضع ديناميكي جدا على المستوى العسكري وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الديبلوماسي وعلى المستوى الإعلامي يعني خذ المستوى اللي أنت أعايزه هتلاقي فيه عملية ديناميكية عالية في الحركة حالية فهنا أنا رأي أنه وإيه ده ربما ما معرفش تكلمنا فيه قبل كده أو لا إنما أعرأ أن دول التي قامت بعقد معاهدات سلام أو اتفاقات مع إسرائيل أو أنها تعد مع بعض لرسم استراتيجية للتعامل مع الموقف خلال المرحلة المقبلة يعني هل يمكن الحديث عن أصله جديدة؟ ممكن نتكلم عن أصله جديدة تتكلم عن مدريد جديدة أي أن كان الشكل اللي هو هتعمل فيه مرجعية للي حيحصل لكن لازم نكون مستعدين يعني أنت عندك ست دول قامت بالفعل باتفاقيات سلام مع إسرائيل عندك مفوضات وصلت إلى قرب النهاية بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية في كلام حوالي الأمن الإقليمي كمان لأنه أحد المخارج مش بس حل الدولتين ممكن تعمل حل الدولتين ومعاها كلامة عن الأمن الإقليمي ككل وهنا ليس صدفة ربما موضوع القنابل أن إسرائيل عايزة تقول أنا دولة نووية وبالتالي هتخش تبقى زيها زي الهند وباكستان وكلامنا زي كده لأنه لو أنت هتتكلم على الجانب النووي في هذا الموضوع يعني هتظل كاتمو يعني بتدي الفرصة وده موقفنا في مصر إن إحنا عايزين نعمل منطقة خالية من الأسلحة النووية وده يحل المشكلة الإيرانية والمفروض يحل المشكلة الإسرائيلية كمان إنما لو إسرائيل أعلنت عن وجود سلاح نووي وده تمهيد له تمهيد نيراني له معناها إنها هتحتسب من ضمن الدول اللي هي بقت خلاص النووية وانتها طيب اشتركوا في القناة